موسيقى سلام المسيح وهلا وسهلا بك تحية طيبة تحية عراقية إلك وإلك وين ما بتكونون هاليوم بنعمة الربرح نتأمل عن الصبر الصبر هو فعلا موضوع محتاجين بأيامنا الصبر هو أكثر شي احنا فقدينه بظروفنا و بحياتنا الكتاب المقدس بيتكلم عن الصبر وعدنا المثال اللي هو أيوب بالسفر بسفر أيوب بالأحد القديم في الكتاب المقدس صاح الأول والعدد عشرين مكتوب بهالكلمات فقام أيوب ومزق جبته وجز شعر رأسه وخرى على الأرض وسجد وقال عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا في كل هذا لم يخطأ أيوب ولم ينسب لله جهالة أكيد أنت سمعت وانت سمعت عن صبر أيوب وهو كان فعلا مميز مميز صبر صبر أيوب أيوب خسر كل ما عنده خسر أولاده بناته مواشي أملاكه وكل ما إلىه العدو إبليس هجم بكل شراسة على أيوب وأيوب الرجل المحترم في مجتمعه والغني صار بلا كرامة واحترام في عيون الناس قل بالأخص الناس اللي كانوا يقيمون الأشخاص على أساس المال على أساس الجاه أو الشهادات الجامعية وإلى آخره أعرف أنه أنت ممكن تكون أو أنت ممكن تكونين من الناس اللي فعلا مريتوا بجزء من حياة أيوب خسرت أشياء كثيرة بحياتك الناس تغيرت وياك للأسور وبيّنت الناس على حقيقتها وأنت في ظروفك الصعبة ويمكن مرات تفكر وتقول أنه أنا أعلم وده أفتهم صبر أيوب أيوب اتميز في صبره أنه لم ينسب لله اللوم وبيّن أنه كل ما متمسك كان متمسك بالله وبالأشياء المؤقتة هو مكان معطيها هذه الأهمية في حياتك وحياتي محتاجين نتعلم عن الصبر الله مرات بيسمح ندخل بظروف معينة على منفعلا يتقوى الصبر اللي موجود عندنا خلينا نتعلم من أيوب وبعدين بنشوف بالنهاية أنه الله بارك أيوب بأضعاف باللي كان خاسرة الفكرة أنه الله يريد يكسر بنا أشياء معينة بحياتنا إذا أنت بتعاني من قلة الصبر بحياتك خلينا نصلي هالصلاة القصيرة ونطلب من رب أنه فعلا يعطينا الصبر يا رب احنا جايين أمامك وبنقول لك يا سيد أنه أعطينا القوة في الأوقات وفي الظروف اللي فعلا محتاجين بيها الصبر ساعدنا يا رب بالأيام اللي دي نعيشها بالظروف اللي دي نعيشها قوي صبرنا أشكرك يا رب لانتك قادر أن تعطينا قوة أن نستحمل وقوة أن نكون صبورين بإسم المسيح يسوع وصلي أمين أمين الرب يباركك وتعلم كون صبور مثل أيوه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر